بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات والفيزياء أيضا في هذا الفيديو جب لكم التصحيح النموذجي لموضوع امتحان البيام لمادة العلوم الفيزيائية دورة ججوان 2023 إذن نتمنى أنكم راح تدو كامل علامات جيدة لأن الموضوع كان في مستوى التلميذ المتوسط ولكن حذار المتوسط اللي كان يبذل مجهودات ماشي متوسط فقط اللي كان ما يقراش طول السنة لا اللي كان يبذل مجهودات ويدير تمرينات ويحلهم نتمنى لكم جميعا التوفيق والعلامات الجيدة والانتقال إلى سنة أولى ثانوي وأنكم جيبوا كامل هذه يعني جيبوا للبيان إن شاء الله بإمتياز نبدأ على بركة الله في حل هذا الموضوع التمرين رقم الأول عليه 6 نقاط إذن مطلوب منكم الصغة الشريدية لمحلول كلور الكبريتات الحديد الثنائي إذن الصغة الشريدية هي ف او ثنين زائد زائد س او اربعة اثنين ناقص محلول شريدين كتب آكو طبعا في هذا التمرين كان هدية 6 تطنيقات هدية لكان التمرين يراجع ويشوف دروسه وخاصة أنني دقلكم فيديوهات على المادة وتحولاتها فكتبت لكم معظم الأسئلة اللي يجيكم ومن بين هذه الأسئلة كين هذه الأسئلة في هذا التمرين أتمنى لكم التوفيق والناجح إذن كان السؤال الثاني على الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها ولكن مدلكم عنبوبين الأنبوب الأول تم الكشف نقول تم الكشف على شوارد الكبريتات السؤال الثاني تم الكشف على شوارد الزنك زاد آن ثنين زائد السؤال الثاني يطلب منكم الصيغة الشاردية للمحلول الناتج طبعا المحلول الناتج هو كلور كبريتات الزنك إذن عدنا زاد ثنين زائد زائد أس أو كات أربعة ناقص السؤال الجيم يطلب منكم الفرد الكيميائي الذي لم يتأثر التفاعل بالتفاعل إذن هنا الفرد الكيميائي هو شاردة الكبريتات اللي هي أس أو أربعة ثنين ناقص ثالثا المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية هنا قيدوكم بالصيغة الشاردية غير مطلوبة الصيغة الإحصائية ليزادها يعني لا عليه مرحش نقط عليه ميمدولوش نقطة ولكن هي زيادة فقط إذن وش نكتب نكتب المحلول كلور كبريتات الحديث الزائد الزائد زائد أس أو كات أربعة ثنين ناقص محلول شاردة هنا فقط ما ننساش الحالة الفيزيائية تنقط عليها أيضا ثم زائد الزنك قولنا صفيحة الزنك هنا ستكون الحالة الفيزيائية صلبة وش يخرج لي؟ يخرج لي محلول كلور كبريتات الزنك زاد آن ثنين زائد زائد أس أو كات أربعة ثنين ناقص أكو زائد أث أ في الحالة الصلبة هذه هي المعادلة نتمنى أنكم أجبتم كلكم الإجابة الصحيحة التمرين الثاني مهدات أيضا ستة نقاط يعني شفته في الدرس شفته في التمرينات يقول أكمل الجدول التالي عدكم شعاء القوى شعادكم جسم خاضع لقواتين إذا الجسم خاضع لقواتين قوات الثقل وقوات شد الخيط وهو في حالة توازن إذا كلمة في حالة توازن يعني أن القواتين متعكستين في الجهة لهما نفس الحامل ونفس الشدة إذا نكمل الجدول بنقطة التأثير بالنبدأ وبثقل الجسم ثقل الجسم دائما نقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم ثم بعد ذلك الجهة دائما نحو الأسفل الحامل هو المستقيم الشقولي المار على مركز ثقل الجسم أس الشدة هي واحد نيوتن لماذا؟ لأن معطات عندنا كتلة الجسم هي مئة غرام نحويلها إلى الكيلوغرام ترد لي 0.1 كيلوغرام لازم عليكم تحسبوا قيمة شدة الثقل عندنا القانون بي يساوي أم في جي الجاذبية هي عشرة نعوض بي يساوي 0.1 في عشرة وتخرج لي واحد إذا بي تساوي واحد نيوتن ثم بعد ذلك ننتقل إلى القوة الثانية وهي فعل الخيط على الجسم لنرمز لها بF F على S نقطة التأثير هي نقطة تلامس هي هذه النقطة هذه النقطة نقطة تلامس ثم بعد ذلك نقطة تلامس الخيط مع الجسم الجهة من نحو الأعلى ثم بعد ذلك الحامل هو نفس الحامل تاعد قوة الثقل وهو المستقيم الشاقولي المطبق على خيط F إذا نمثل لكم القواتين تمثيل كيفي فقط ثم بعد ذلك كالشدة نقول أن لهم نفس الشدة قلنا أن الجسم في حال التوازن لازم نذكر أن الجسم في حال التوازن ونقول فإن قيمة الثقل يساوي قيمة شد الخيط وهي F إذا وتساوي 1 نيوتن هذا هو الجدول نتمنى أنكم أجبتم كلكم الإجابة الصحيحة ننتقل على بركة الله للسؤال الثاني يقول ألف نأخذ الجسم السابق ونضعه في حوض به سائل فيبقى طافيا إذا على سطح السائل هذه لها معنى فيزيائي وفي حال التوازن لدي الشرطين يعني المعطى الأول أنه طافي على سطح الجسم ولهو معنى فيزيائي وفي حال التوازن لديه أيضا معنى فيزيائي يقول مثل القوى المطبقة على الجسم S مبينا نرمز كل منها أولا نذكر القوى المطبقة على الجسم S وهو يطفو على سطح الماء هي قوة الثقة للجسم S لنرمز لها P وقوة دافعة أرخاميدس اللي هي FA إذن هذا هو الشكل يقول أحسب شدة دافعة أرخاميدس FA هنا في الحقيقة هي استنتاج فقط يعني لماذا استنتاج؟ لأنها أولا من السؤال الأول رح نستنتج لأن الجسم طافي وفي حالة توازن ما عنديش عمليات حسابية إذن ما رحش نحسب شدة دافعة أرخاميدس وش نقول؟ بما أن الجسم يطفو على سطح الماء وفي حالة توازن نستعمل هذين المعطيين فإنه يخضع لقواتين اللي هي دافعة أرخاميدس والثقل وقوة الثقل اللي هما هاتين القواتين لهما نفس الحامل ونفس الشدة ومتحكستين في الجهة لماذا؟ لأننا نرنا في حالة توازن الجسم في حالة توازن يعني قيمة FA تساوي قيمة P يعني اللي هو قيمة ثقل الجسم P عدنا واحد نيوتن حسبناها من قبل إذن مباشرة رح نستجج أن FA تساوي واحد نيوتن أما السؤال الأخير اللي كان يطلب منكم الجواب صحيح من بين الأجوبة إن nous دقائم there الكتلة الحجمية ل الجسم أكبر من كل خلمة حجمية للسائل الكتلة الحجمية للجسم أقل من الكتلة الحجمية للسائل والحالة الثالثة أن الكتلة الحجمية للجسم تساوي الكتلة الحجمية للسائل هنا سنختار الجواب التالي الكتلة الحجمية للجسم أقل من الكتلة الحجمية للسائل هذا السؤال قررته منذ السنوات الأولى متوسطة قلنا أن عندما يطفو جسم على سائل فإن كتلته الحجمية تكون اقل من الكتلة الحجمية للسائل هذا من جهة اذا نقول الكتلة الحجمية للسائل اقل من الكتلة الحجمية للسائل لان الجسم يطفو على سطح الماء هذا هو مطلوب منه ولكن هذا هو الجواب صحيح لماذا لان كي تكون الكتلة الحجمية للسائل تساوي الكتلة الحجمية للجسم هنا يكون الجسم في الوسط عالق. اما اذا كانت الكتلة الحجمية للجسم اكبر من الكتلة الحجمية للسائل. رح يكون الجسم في قاح الانع. رح يغوص. هذا فقط زيادة مني فقط. اذا كانت هذه الاجابة النموذجية للتمرين الثاني. اتمنى فقط انكم كلكم جبت علامات جيدة. وانكم حصلت على علامة كاملة باذن الله. ننتقل على بركة الله الى الوضعية الادماجية. الوضعية الادماجية عليها 8 نقاط. كانت على الامن الكهربائي. طبعا السؤال يطلب منكم الاختيار القاطع الالي الفرعي المناسب. طبعا احنا عدنا المكيف شدة التيار التاعو اللي هي 13 امبير. ومدنا ثلاث احتمالات. كين قاطع آلي فرعي ب 10 امبير. كين الثاني ب 16 امبير. وكين ب. اذا هناك حالتين. واحد بعشرة امبير واحد ب 16 امبير. اذا لا نختار القاطع الآلي الفرعي ل 10 امبير لان عدنا 10 امبير اقل من 13 امبير. اذا هنا ما يناسبش. القاطع الآلي الفرعي المناسب هو القاطع رقم ثنين. لماذا التعليل مطلوب منكم التعليل لان شدة التيار المرة فيه هي 16 امبير وهي كافية لتشغيل المكيف الهوائي ضد دلالة 16 امبير. السؤال الثاني يطلب منكم رسم مخطط لدارة مأخذ المكيف. هنا وش راح نستعمل راح نستعمل القاطع التفاضلي التاعي اللي توطره هو 230 فولت ثم نستعمل القاطع الآلي الفرعي التاعي اللي بدوننا الرمز النظامي التاعو ونستعمل المأخذ. المأخذ ندير السلك المتصل هنا بآن نديره للمكيف. السلك المرتبط هنا الحيادي وهنا الطور للمكيف. ثم اخيرا ندير السلك المتصل بالمأخذ الارضي هنا على المكيف. ثم بعد ذلك ما ننساش المأخذ الارضي وهنا فقط هنا الارض. هنا فقط ونكتب ما ننساش ان نكتب دلالة القاطع الارضي اللي هي 16 امبير اللي اخترناها من قبل. البعض يقول الاستاذة انادية المنصهرة حسب معلوماتي وحسب معلومات الاساتذة المتخصصة في مادة الفيزياء تقول ان ممكن تعويضها بالمنصهرة. ان شاء الله يربي قبلوها لكم. ليدر هنا في مكان القاطع الالي رغم انه ما في السند مكتوب ان الرمز النظامي التاعه ومكتوب السؤال التقيد بالرمز النظامية. الا ان التلميذ ولف بداية الدرس الى اخر الدرس باستعمال منصهرة. نتمنى انه رح يقبلوها لكم بالتوفيق للجميع علامات جيدة. اخر سؤال من هذه الوضعية هي النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في استعمال مكيف الهوائي. اذا ممكن ديروا نصحتين على الاقل او ثلاثة او اربعة لتقدروا عليها. المهم انكم تلقوا النصائح المناسبة لترشيد استهلاك الكهربائي. انا هنا كتبت عدم تشغل المكيف لمدة زمنية طويلة. الضبط المكيف الكهربائي على درجة حرارة ملائمة. استعمال مكيف الهوائي عند الضرورة فقط. اغلاق الابواب النوافذ عند استعماله. ايقاف التدفئة او التبريد عند مغامدرة المنزل او وقت النوم. اذا كل واحد يكتب النصيحة اللي شافها مناسبة. اذا في الاخير اتيت الى نهاية هذا الفيديو. اتمنى فقط انكم كلكم رح تأخذوا علامات جيدة. ان شاء الله عند اعلان النتائج. ما تنسوناش بالتعليقات تكتبوا لي باش نفرح معاكم. اتمنى لكم التوفيق في جميع المواد والامتياز والانتقال الى سنة اولى ثانوي. ان شاء الله في كل بيت تدخلوا الزغاري تدخلوا الفرحة. اللهم امين. اللهم امين. سلام الله عليكم. الى الملتقى ان شاء الله.